زي ما قلتلكم فنان كبير أدوار كتير متنوعة هتشوفه مع نجوم كبار هتشوفه مع نجوم شباب لكن دايما هتلاقي نفسك بتتوقف عند كل المشاهد اللي بيقدمها الفنان الكبير سامي مغوري في ديافة التاسعة مساء الخير مساء النور منورنا الله يخليك يعني أعتقد التلفزيون ده بيتك أكيد بالنسبة لك أنت يعني زكريات كتير أكيد وأنا داخل النهار ده يعني حالة من الحنين والشجن وتدعي الزكريات لأن كان حلم عمرنا أن احنا لما بنعد قدام التلفزيون كده أن احنا نخش أيها ونشتغل في المكان ده وخصوصا أنا دخلت المبنى وهو لسه بيتبيني في الستينيات وطلعت كنت بطلع على سقالة كده وكت أنا ومجموعة من الفنانين وكنا أطفال كنا بنجي برنامج ماما ساميحة كان اسمه جنة الأطفال فكانوا بيجيبونا بقى وإحنا عيال صغرين كده فكنت بتشارك فيه آه شاركت بس مش كتير في جنة الأطفال لأنه كنت بحس أن أنا إيه يعني مثلت بقى قدامه مثلين كبار قوي آفا مش معقول بقى حاجة بقى جنة الأطفال إيه وقولوا الطفل بقى والحاجات دي آيو بس طلعت المبنى ده وهو سقالة يعني أنا طلعت على السقالات ما كانش لسه تعمل سلالم ولا بوابات ولا حاجات آه بس كانوا بيجوا وكانوا بيشتغلوا الإدارات آه كان فيه السدوهات اشتغلت وتم افتتاحها والمبنى كان تم افتتاحه رسميا يعني بس لأن أنا بديت يعني مع الإزاعة المصرية آيو وبديت في المصرح قوم وأنا عندي حوالي 7-8 سنين فأما كانوا بياخدوني بقى ببرامج الأطفال كنت بقى كنت خلاص يعني عندك خبرة طب يعني انت انت فتحت عينك لقيت نفسك بتمثل يعني يعني سبع سنين ده طفل للساعة الموهبة جات ازاي بالصدفة ولا هما في البيت حاسوا ان عندك الموهبة ولا حد يعني يساعدك جات ازاي في البداية هو زمان كان فيه سينما تصيفي في القاهرة القاهرة كان فيه سينما تصيفي كتير جدا وكان لنا ناس قريبنا يعني كانوا ساكنين جنب السينما الصيف اسمها سينما الهلال فقراي بقى بروح كل يومين تلاتة انا اتفرج كل اسبوع على الفيلم الجديد او الفيلمين الجداد وكده فانا بقدر اتفرج ان عائل صغير مش فاهم حاجة انا بشوف حاجات كده وبعدين في يوم انا كنت وقف في البلكونة فلاقيت عصايا فقلت مشهد من اللي كانوا بيمثلوه في من اللي انت بتشوفه في السينما اه انا مش فاكر طبعا الفيلم ايه ولا كانوا بيقولوا ايه بس انا بقيت اقول اي كلام يعني ايوه زي الاطفال اللي ما يعودوا يقلدوا مساعد كتير فخالي كان وقتها مخرج في الازاعة المصرية وستاذ احمد زاك اللي ارحمه بعد كيه كان وكيل وزارة ثقافة ورئيس البيت الفن المصرح فقال لي انت بتعمل ايه قلت له بمثل قال لي انت بتحب تمثل قلت له اه قال لي طيب تاني يوم خدني مع الازاعة وجابوا لي كرسي كده صغير او سنديق حاجة ساعة مش فاكر وانا لابس شورت بقى وصندل طفل صغير قوي وحقول ايه مش عارف فكت ليس صغير ما دخلتش يمكن تالتة ابتداء فمش بعرف اقرب سرعة يعني فجابوا لي مدرس لغة عربية كان بيمثل برضو كان غير تمثيل فكان بيحفظني المشهد ايه والمشهد في الازاعة كان اسمه المسمع يعني فيحفظه لي واخش قفة خش قدام ممثل رهيب طاقة لا استوديوهات الازاعة بقى كبيرة مبهرة اياما كانت في علوي ايه مش شرفين فلاقيت مجموعة ممثلين كده انا بلمحهم في الافلام بس يعني مش عارف دول مين ايو بس عارف ان هما مهمين جدا منحقول له حضرتك مين ده حكاية بس فقعدت يحفظني المسمع واطلع قوله ويعلموني بقى الفلاشة الحامرة والحاجات دي كلها روحت البيت بابا قال لي ايه مثلته قدام مين قلته مش عارف قال لي مش عارف ايه قال لي ما سألتش خالك لي ايه قلته بقى سألوا بقى مين ده يا بابا مين يا واد مين ده مش عارف يوم الخميس البيت المصري كان بيصهر ده قبل بقى التلفزيون ايو على صهرة ازاعية كل يوم خميس في البرنامج العام الراديو في البيت المصري محطوط على رف عالي كده ايو والناس تقعد تسمع والناس كلها قاعدة اللب والسودان وشاق ايه بسمع التمثيلية فقعدين بسمع التمثيلية فيجي صوت عم سامي يفرحوا سامي يا بابا شاق ايه حاجات كده بس يا عود التوقع بس يا بيت بس يا بيت شاق ايه يسكتهم عشان ايه يعدوا اسمع التمثيلية خلصت التمثيلية وقام بالأدوار دور الجد الفنان الكبير صلاح منصور ادي اول قامة اول اسم كبير جدا وقفت قدامها السيدة زوزو نبيل قال استاذ حسن البرودي قال استاذ نبيل الالفي دول اسماء كبيرة جدا اول قصد مسلت قصاده قدامه اسادزة كلهم تاني حاجة خدني الاستاذ نبيل الالفي المسرح القومي اعمل معاه مسرحية كان اسمها ملك القطن كانت تأليف الدكتور يوسف ادريس وكانت اخراجه وكانت بطولة نخبة بقى الاستاذ شفيق نور الدين والاستاذ فؤاد شفيق والاستاذ عبدالله غيس والسيدة نبيل ده مسرح الستينات المسرح القومي العظيم فدي كان التاني دي البداية يعني خدوني من الازاعة للمصر على المصر ما نفعش بقى ما بعتولي في جنة انت كده كنت طفل مثقف جدا يعني طفل طفل مثقف قاعد مع يعني كوكبة من النجوم طب انا مستغربة جدا يعني انت بدايتك الفنية المبكرة قوي اللي هو طفل يعني انت تسقفت وتعلمت وسط العمليقة دور اه ايه اللي دخلك كلية الحقوق ما روحتش ليه اكاديمية الفنون مثلا او وانت عارفة البيت المصري اللي هو دي منقولك ايه خد شهادتك واعمل اللي انت عايز واعمل اللي انت عايز وغاية دلوقتي بنقول كده على فكرة اه خد شهادتك وقول اللي انت عايز ويقولولي شوف خالك دخل الأدب وتخرج وبعدين دخل المعد وشاوي فانا عملت كده ودخلت كلية الحقوق جامعة شمس كنت شاطر اه انا اعتقد ان ربنا انقذ مهنة المحامة مني ليه بس اللي كنت هدمر مهنة المحامة كانت صعبة عليك مش هي كانت صعبة ما كنتش مركز فيها انا دخلت برضو كلية الحقوق على فريق التمثيل فكلية تطورت على المسرح اه قالوا لك المحاضرات هنا وفرقة المسرح هنا خلق ونسيت بقى المحاضرات فين والحاجات دي كلها فبقيت طول النهار فريق تمثيل الكلية اخلص الكلية اطلع على المنتخب اخلص المنتخب اطلع على مصرح الطليعة منتخب رياضة لا منتخب التمثيل التمثيل اه منتخب التمثيل باره اخلص تمثيل اطلع على مصرح الطليعة اشتغل مع الاساس سبير العصفوري ونجوم بقى الاخراج المصرحي وعيل صغار بقى والجملة وجملتين هنا ومشهد هنا وسينة هنا وكانوا بقى ايه عينهم علي يعني كانوا خدوا بالهم ان انا كويس شاطر فاي مخرج داخل مصحاف الطليعة يقول هاتوسامي هاتوسامي ممثلين اتعينت ممثلين في مصرح الدولة ولم تعتلي خشبة المصرح الى ان خرجت على المعاش كلمة غول مصرح دي الممثل الشاطر ولا الممثل المدرك للكواليس ولا الممثل يعني مين الغول ده يعني دايما نقول فلان غول مصرح هو ازاي توقفي قدام الجمهور وتسيطر عليه وتايمين عليه ويبقى مقتنع بيك يعني كان شغل الكومي دي او كان شغل التراج دي المهم ان هو المتفرج ما يفلتش منك يبقى بيتفرج عليك وعنده حالة شغف وبيجي تفرج عارف انه سام غور مثلا في المصرح دي يعني كان في جلنا كنا بنجري وراء اسماء كبيرة جدا في المصرح منهم مثلا محمود ياسين منهم سامحة ايوب ممكن سناء جميل سهر الببلي ونجوم كتير جدا نور الشريف دول كانوا غلان مسرح بحق حقيقة طب الرقم اللي انت قلت بولي 104 مسرحي انت اللي كنت بتروح ولا هم اللي كانوا بيجري وراك اولا هم كانوا بيرشحوني ثانيا انا كنت شبه متفرغ للمصرح يعني اخلص مثلا مسلسل فيديو اجرع المصرح كأن انت كنت مسافرة ورجع بيتي ده بيتي ده بيتي وكانوا بقى بيطلبوني في جميع المسارح يعني مين اللي بيطلبك مخرج ولا فيه فنانين كمان بيحس انه انا عايز الممثل ده قوي برتاح في وجوده المخرجين واحيانا نجوم العمل زي مين مين عملت معاك كتير وكان فيه كميا كده يعني عالمصرح كتير جدا كل الناس اللي انا شغال تمام يعني في القطاع العام مثلا سيدة سامحة ايوب طبعا سامحة ايوب يعني كانت تشوفني تقول لي ولا سامي بص اوقع تخرج عن النص شوف كلمة زيادة حتبحك ونتحك وتجبني ايو واخرج عن النص وتجبني تاني وتجبني وكان فيه اشتغلت معاك مسرح الستينيات كان مسرح قوي 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 بالاعمال بالنجوم ولا بحضور الجمهور مسرح الستينيات كان قوي بما يقدمه يعني مثلا القوم كان له رواده بصرف النظر كان حيقدم ايه لان كان فيه ثقة في المسرح القوي وما يقدمه وكان له نقول ايه مزاقه الخاص او هويته الكومي دي كان نفس الحكاية الطالعة كان نفس الحكاية كل مسرح كان له هويته وكان له جمهوره الخلط ابتدى في نهاية التسعينيات وابداية الألفينيات وكده مع الفرق الخاصة والقطاع الخاصة اه ظهور القطاع الخاص السياح اللي احنا كنا بنقول به هل التلفزيون لما ظهر التلفزيون ظهر ستينيات لكن قوة التلفزيون اثرت بعد شوية على بريق المسرح لا ده بالعكس ده سعدت سعدت لان ما ظهر مسرح التلفزيون وظهر استاذ فهد المهندس ومدبولي وشوية كار ومحمد عوض والنجوم دول كلهم كانوا بيحمسوا الناس انهم يروحوا المسرح يتفرجوا بس ابتدى يبقى فيه مش الرواة الجد او اللي احنا بنقول عليها لا بتناش اضايا قومية او محلية او وطنية لا ابتدى هنا نشوف بقى ايه مسرح الدحك الدحك للدحك يعني على الكوميدي طيب انت يعني في المسرح قدمت ادوار كتير مختلفة اكيد يفضل عندك في التاريخ والمشوار ده ادوار عمرك ما تنساه وقفة على المسرح ما تنساهاش نجمة او نجمة ما تنساش دورك معاه في الحياة كتير جدا يعني انا 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 اعملت فيه مثلا على سبيل المثال انا فيه مصرحية كانت سبب في نقلتي من ممثل مسرح لممثل فيديو كان اسمها دقة زار طبعا ودقة زار دي انا كنت عامل فيها ست شخصيات منهم منهم الشخصيات الاساسية كانت صابي كوديا اعتقد دقة زار كانت على مسرح الطليعة الطليعة مزبوط انا كنت عامل صابي كوديا صابي كوديا ده اللي هو بيدق الدقة للستات اللي اما بيخشوا الزار طبعا ايه فيه دلوقت الاجاجي دي مش عارف يعني ايه زار هو لو دخل على جوجل وليوت هيا عرف يعني ايه الزار بجملة بجملة منتطول النهار فهد حين منتطول النهار ايه اعده يدخل كده وشوف فهو ايه صابي كوديا ده اللي بيقعد يدق الدقة بتاعت الست اللي عايزين يطلعوا قال منها العافريت لانه طبعا كان فيه ست دقات فيه السودانية واليورى اللي هو يوسف الجميل وفيه بنات الهندسة اللي هم كانوا بيدقوها للبنات والحاجات فانا حفزوني الحاجات دي وكنت بدق اغير بقى الشخصات اللي انا كنت بمسالها فكانت هي النقلة للتلفزيون اه دي على طول شافني الاستاذ محمد فاضل خدني من المسرحية دي لأول مسلسل اللي هفحات بشاير كان لأ كان وقل البحر وقل البحر البشاير يمكن كان رابع او خمس طيب انا انت قلتلي كده جملة في الاول انه انا كنت اروح اشتغل وارجع المسرح بيتي التلفزيون تحول لبيتك في التمانينات لأناك عملت عمل كتير قوي في التمانينات ده لا مش هقدر اقول ايه بيتي او انا ما اقول بيت اختي بيت اختك اه لكن فضل برضو المسرح هو بيتك الرئيسي في التلفزيون هل لما بدأت بقى تشتغل وانت عندك خبرة وعندك حضور وعندك ادوار كنت بتدور على اسمك ولاك ما كنتش مهتم زي باقي الفنانين يعني العايزين يتخنقوا يتخنقوا انا علي اعمل استمتع بالدور اللي بعمله انا كانت قضية الاسسية لنا المحتوى اللي انا بقدمه اللي انا بقدمه يعني احنا ما اتخرجنا من الجامعة كان عندنا يقين ان مصرح الدولة هو ده الوسيلة المهمة والاساسية للتنوير ان احنا الروح القرى والنجوع والاريف والمصانع واننا نقدم شغلنا في المحافظات نكون عندك رسالة تقدمها اه عملنا ده واحنا في الجامعة كنا بنسافر طب هل قدر اقول عمرك قولي بصراحة عمرك لقت انه رغم الخبرة اللي عندي ليه ما كنش انا الاسم الاول عندك كل المقاومات لا 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 ولا ده ما كانش قلق بالنسبة لك لا عمري عمري في حياتي عمري في حياتي موضوع الاسم ده خالص ما وهل ده لدك العمري من الاعمال انا شايف اعمال كتير انت عملت فوق المية واربعين مسلسل يعني انا اولا ما بفخرش في موضوع الاسم ده حتى لحد وقت يرام ناس كتير تقول لي انت لازم تشرط في موضوع اسمك انت لازم تقول اقول له لو اللي بيتفق معايا مش شايفني ومش عارف امتي انا مش هقول له يعني انت مش فاهم امتي خلاص انت حر هعملك ايه انت دماغك كده انت لازم تبقى شايفني كويس انت تبقى عارف امتي وتديني امتي وتديني حاجة فمش قضيتي او موضوع الاسم او موضوع البصمة اللي انا حسبها المشهد اللي هعمله الدور اللي هعمله الدور اللي انا هعمله البصمة اللي انا حسبها التأثير اللي انا هعمله كفنان عن الناس مين اللي كنت بترتاح معاهم كمخرجين في الفيديو او في التليفزيون مين اللي حسيت انهم طلعوا منك امكانيات مختلفة غير المسرح لا كتير لا كتير بس الاستاذ محمد فاضل استاذ سامير سيف استاذ اسماعيل عبد الحافظ على ارحمه ارحمه دول من المخرجين طبعا حاليا معتزة توني طبعا حبيبي ده يعني المايسترو بتاعنا في اللعبة اللعبة اللي عملت ضجة المرض طبعا 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 خلينا كده اللعبة احنا وصلنا للشباب فعشان الشباب دول لهم كده كلام كتير معاك فضل الفنان سامي مغوري موجود بيمثل لا فارق معا اسمه على العمل ولا فارق معا حجم العمل فارق معا انه لما يطلع ويقدم دور حضراتكم تحبوه تحترمه هنكمل مع عم سامي مغوري بعد فاصل قصير خليكم لسه في كلام كتير فنان كبير ازاي الفنان سامي مغوري تجاربه كتيرة لكن وقف عند الشباب ودعمهم جدا يعني وانت بتتكلم تجاربك مع الشباب كمان مختلفة يعني زي ما وقفت وانت طفل صغير مع جيل عظيم جيت دور ان انت كمان تقف مع الشباب خليني اكلمك على شيكو ماجدس على احمد حلمي وعلى دنيا سامير غانم وامي يعني وقفك جنبهم انا كنت بحس كده في اعمالك انت واقف مرة كفنان كبير وداعم بحب كتير هو انا يعني ايه مقدرش اقول ان انا كنت واقف جنبهم يعني انا كنت واقف معاهم يلا ان هم يعني ايه برغم انهم جيل بعدية بجيل اخر انما هم متماسكين واقوية جدا جدا يعني هشام وشيكو هشام ماجد وشيكو احنا بنعمل مع بعض الجزء هنخدش ان شاء الله جزء الخامس في اللعبة شباب جميل ومثقفين ووعيين ودمهم خفيف ومعندهمش ايه بلغة الشباب حتة النفسانة طب قولي بصراحة بتستمتع جدا ما بتحسش بغربة زي كتير يقولك ده جيل وده جيل وده طريقة وده طريقة لا 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 خالص لان انا ببقى قريب او منهم يعني انا ببقى قريب منهم وبعمل حاجات شباههم فحاجات بتدحكهم وهم بيحبوها بطلبوها مني واحيانا كتيرا مثلا واحنا بنعمل مشاهد مع بعض احنا بنقرأ الاول على الورق وبعدين نبدأ نقول الافهات وانين مؤتزة توني ظبط المشهد وكده فانا ممكن اجي في الاخر اقول افهة عالي جدا فاتحكه جدا اجي في البروفا ما قولوش يا عم اقول اولهم لا خلاص المشهد خلص عند جملة شيكو او جملة صروت او جملة شامل ايوه هنا الخبرة بقى يا عم اقول اقول له لا والله العظيم الافهة اقول له لا هنا انا بقى بتغضع عن حتة الانانيزة شوية ليه لان انا بخلي الدحك يبقى من خلال الدراما انا هقول افهة زيادة ومالوش لازمة ايوه اه بيدحك مالوش لازمة في الموقف فعلاقتنا وطيدة جدا وكويسة جدا ببعض يعني كل كل جروب العمل حتى عارفة يعني عارفة تعتبر من جيل اللي بعدها مثلا انهم متفاهمين جدا ما يكسابوا مرنة حاجة في منتهى الجمال والشياكة اوه صروت احمد فتحي احمد حلمي اما بشغل ما بحس ان احمد دماغه فيها فكر يعني مفكر طب اقول لي المقارنة انت استغلت مع كومنزانات كتير من يعني اجيال مختلفة ودلوقتي مثلا مع اجيال تاني يعني مع احمد حلمي الدنيا مختلفة عليك ولا بتحس انه خلاص ده زمن حطناه في الخلفية واحنا في زمن تاني بالنسبة للجيل هينيدي واحمد حلمي طبعا طبعا لا برضو انا يعني مشغلت مع النازل ما حسيتش بالغربة اه في فرق سن بينه وبينهم وفرق جيل او جيلين انما ما حسيتش بالغربة لان انا اما بشتغل بشتغل على الشخصية اللي انا هعملها امم يعني انا بشتغل بعمل دور ايه ايه الشخصية اللي انا بعملها فبتعيش الشخصية بعيشها وبطلع الدحك بتاعها لو عملت دحك منها هي مش من سامي بطلع دحكا هي انا مش جاي ركب افات وقول افات ونكت ودحك والكلام لأ انا بمثل شخصية كوميدية ممكن اعملها لي انا حسيت في نيلي وشريهان مع دنيا سمير غانم وامي انك يعني ايه اللي هو يعني انت عملت مع سمير غانم طبعا وبعدين دلوقتي دول فحسيت كده فيه ابوة ولطافة واهتمام بيهم في العمل شوفي نيلي وشريهان بالذات انا بجال مع اشتغلت قبل نيلي وشريهان اشتغلت مع دنيا في لهفة لهفة وسلسل لهفة ايوة طبعا اه وكان في حضور سمير غانم كان طبعا الله يرحمه فلاقيته انه هو بيعلمني برضه يعني ما انا بحب اتعلم وبحب اسمع هو راجل كوميديان كبير جدا والمفروض ان احنا اما نشتغل جنبه نسكت اولا نسكت عشان نستمتع به ونسكت علشان هو يقول لان دي فيها اضافة للمشاهد لا هو ما بسبناش اه ده هنا لحفة اه ودنيا شقية وشطرة اه جدا 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 وامي وهم اخلاقهم ممتازة ايوة ومتربين تربية ربنا يرحم مدام جلال يا رب يا رب والاستاذ سميري يعني متربين تربية يعني تفوق شيء في منتهى الادب والزوء وانا كنت شغال اخر حاجة مع دنيا فمصرحات انستونا انستونا ايوة مش ممكن مش ممكن يعني فعلا شربة خفة دم جينات هي وامي اه عم سامي يقول لي في تاريخك الكبير ده بتقعد كده وتقول لا والله يعني انا عنتي اعمال انا سعيد بيها ولا انت يعني بتحس انه المشوار كله وعنوانه ولا ما بتقفش عند التفاصيل دي لا انا طبعا اغلب الاعمال الحمدلله اللي انا عملتها ببقى سعيد بيها بعض الافلام في التمانينيات والتسعينيات كده اللي كانوا بطلقوا عليها افلام المقولات مش مش حبيبها مش حبيبها اه انما اغلب الشغل اللي انا عملته لان حتى السينما يعني في الاول انا كنت بعمل السينما قليل جدا بس كنت بشغل مع الكبار يعني سامير سيف داود عبدالسيد مخرجين مخرجين طبعا اسماء عظيمة كلها اه محمد عبدالعزيز اسماء اسماء كبيرة امتى زعلت وانت بتعمل دور كده وحسيت انك مخدتش حقك لا يمكن في المصرح يمكن كان في المصرح القطاع الخاصة ولذلك انا مكنتش يعني اغلب مصرحات القطاع الخاص مكنتش بكملها كنت بحس ان يعني ده جو انا مش حبه ومناخ انا مش حبه لان فيه انانية وفيه محاولة سيطرة وفيه محاولة ان انا بس لدحك عشان انا نجمل العمل العمل انما غير كده محدش يدحك الا اذا اجيب اتنين تلاتة يعني كانوا نجمل التمانينات والتسان استخدمهم انا عشان ادحك لازم يجيبوا كاركترات ده ادرابه واده اددله بالشلوت اللي احنا بنقول عليهم دلوقتي ايه؟ بتنمر عليهم ايوه بالظفر عشان يدحك انا مكنتش بحب الاجواد يمكن الوحيد اللي انا اشتغلت معاه في التسعينيات واول الفينيات وكان بقدم مصرح كويس كان احمد بدير كانت تأليف الاستاذ لنين الرمل اللي ارحمه وده كان مؤلف كبير جدا طبعا طبعا ويوسف معاه طفاء برضو احمد كان بيختار اعمال كويس كنت احب اشتغل معاه وبكمل معاه مين اصحاب سامي مغوري؟ كل بقى انت من سبع سنين قدام الكاميرات فانت يعني اجيال واجيال مين اصحابك؟ وما نقدرش نقول دلوقتي مين اصحاب بل ان اصحاب الحقيين يعني اللي هم ايه بدأوا معايا من الجامعة وكده وكملوا معايا اغلبهم بقى توفاه الله وكده لكن اقدر اقول الاصدقاء الحقيين اللي لسه موجودين مثلا احمد عبدالعزيز طبعا محمود حميدة دول اللي لتواصلوا مع بعض وموجودين مع بعض بديام الجامعة انما دلوقتي الاجيال اللي انا بشغل معايا السنين اللي فات دول انا دول زمال بحبهم يعني مقدرش اقول عليه صديق لان انا ايه مش هم بيقوموا يعني مع بعض كل يوم بيكلموا بعض بالتليفون وبتاعم ليه وراح فينه وبالليل وبتاعم احنا كنا بنعم ده زمان اه وكاللينا اماكن وبنتجمع فيها كل يوم طبعا بنصهر فيها كل يوم وكده ان احد يعني لا فيه صحة دلوقتي ايه لكن لكن زمائي اللو زاز يعني اجوار لطيفة لكن دلوقتي زمائي اللو زاز جدا وبحبهم جدا جدا انت ممثل يهمك قوي اسمك يبقى موجود في رمضان تبقى موجود في عمل رمضان ولا مش مهم رمضان او غير رمضان لأ انا يهمني وقت معرض اسمي ينور اه يعني مش بالضرورة رمضان طبعا رمضان بيبقى شعر فيه بركة طبعا فيه خير وبركة وكده وبيبقى يعني وشه حلو على ممثلين فيه نجوم ظهرت في رمضان لكن انا حب بوقتي ما اشتغل يعني ايه الناس تحب العمل وتكلمني وتقول لي العمل ده كويس او وحش او وتتناقش معايا اصيب تأثير عند الناس يعني اكيد مين النجم اللي رفقته في اعمال كتير كنت تحب تستغل معايا فيه كيميا بينك وبينه كان فيه مسأل استاذ نور الشريف الله الرحمن طبعا كان فيه الاستاذ فارول فشاوي طبعا كان فيه الاستاذ ماندوح عبدالعليم اكيد ماندوح احنا اشتغلنا مع بعض اشتغلتوا كتير مع بعض اشتغلتوا كتير مع بعض وانا بفاكر اياما كنا بنعمل الضوء الشارد انو كنت بعرض مصحاف اسكندرية وكانوا احيانا يجيبوني كل يوم اجعم المشهد وامشي ومن حبي كنت فيه ممدوح لان كان فيه علاقة صداقة بيننا ومن بعض وحب في مجد ابو عميرا ايه لان مجد من الناس المخرجين المخرجين انا مش بتعمل معك كمخرج انا بتعمل معك كإنسان بحبه جدا 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 ومن ريحة زمننا بقى والزمن الجميل وكده محمود حميدة محمود حميدة عملت معا اكتر من حاجة برضو وبحب اشتغل معا كلهم اسماء مبدعة الحقيقة الحديث معك جميل مشورك اكتر من رائع عمال كتيرة ايه اللي نفسك تعمله ايه اللي نفسك فيه ما حققتوش اخر جملة اللي نفسه عمله يعني انا نفسي اعمل مصرح يبقى مكتوب عليه مصرح سابق مغاوري الله يمكن الناس تقول ده مجنون ولا لا ليه ده من حقك اه يعني عملت فوق المية واربعة مصرحية فوق المية وخمسين مسلسل واعملت افلام كمان عدد كبير جدا اعتقد مصرح سامي مغاوري مش مش هتبقى كتير عليك ابدا بالعكس اتمنى الله تتمنى وبشكر كل الناس اللي انا اشغلت معا في تاريخ حياتي وكل الناس اللي وقفت جامبي وفيه ناس كتير جدا وقفت جامبي وشجعتني انا اول ناس بعرف ان انا كواس او وحش وانا بصور اي عمل جديد الناس الفنين اللي بيبقوا ورا الكاميرات والعمال نظرات عينيهم بتقولك العمل ده ناجح بتقولك انت كويس ولا وحش اكيد طيب نظرات عينيهم الاسادزة اللي معانا في اللقاء قالتلك انت كويس او لا قالتك كتير اقول انت كويس او بس عايزين نروح عايزين نروح انا بشكرك انت نورتني الله يخليك وبنشرف ان احنا نتعامل مع كل فنانينا الكبار اللي بيقدموا دايما محتوى جميل ومحترم سامي مغوري فنان كبير وممثل كبير اشكرك جدا وانا بشكر التلفزيون المصري وبشكر البرنامج وانتو رجعتولي حالة من الزكريات جميلة جدا هذا الاستوديو العظيم قدم عشرات الاعمال التاريخية لعشرات المخرجين احمد توفيق طبعا وجلال غنيم واحمد خضر اسماء كلها كبيرة وانعم محمد علي عملوا تاريخ فني لمصر والعالم العربي اكيد فنان سامي مغوري نورتنا في التسعة الله يحفظ اشكرك مشاهدينا انتهى الوقت وجميل انه ينتهي بقيمة ورمز كبيرة زي فنان كبير بيقدم حاجات كتير مصرح سينما تلفزيون التسعة مستمر غدا الزميلة العزيزة هدير هتكون معاكم اما انا القاكم باذن الله في موعدي دايما يوم الخميس تصبحوا على الارتخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة